اللي قاعدين يشوفوننا الحين يا أم فهد من كلا الجنسين من البنات والشباب وتحمسوا ويبون يقدمون ويبون يشاركون يبون أحد يدعمهم نعم وش الآلية وش التوجيه اللي يمكن تقدمينها لهم طبعا في الأهم أن تكون عندك صاحب فكرة مشروع تكون متمكن منها عارف بالضبط أنت دائما إحنا عندنا في بعض شبابنا وبناتنا شاف زميلة شاف صديقة وشاف صديقتها أنه عملت مشروع أين كان مثلا فكرة وشافت نجحت فيها قالت خليني أعمل زيها لا احنا ما نتكلم بالشكل هذا أولا احنا نتكلم الآن بشكل مفترض نفكر بشكل ريادي وشكل مبتكر نشوف حاجة السوق وين نعرف من الجهة المستحدة بالضبط اللي أنا أسعالها في مشروعي عندك فكرة مشروع دارسها كويس تعال لنا قدم الفكرة احنا هنحتضنك طبعا قبل المادة احنا هنحتضن التدريب هنعلمك كيف آلية أنك تعمل خطة عمل تعمل دراسة جدوى ترى أحيانا يجونا ناس متحمس جدا وعنده فكرة مشروع وعنده وعنده لكن لما ندخل التدريب يفاجأ بالسوق بوجهك كداما يخاف احنا هذه الفلترة التدريب هو الفلتر الأول كيف أنت تعرف نفسك وتدرسها هل فعلا مشروعك بي لما ينزل للسوق هل هو قادر مشروع قوي قادر أن ينافس منافسينا الموجود هذه طبعا نحن نعطي اللي هو الفلترة الأولى التدريب الفلترة الثانية نسميها اللي هو الثاني المتقدم اللي هو الدعم الفني كيف أنت ندعم إذا فعلا طلع من الفلترة الأولى ناخذ على أن ندعم فنيا بعدها طبعا يكون لها الأحقية في التمويل طبعا لما يوصل مرحلة التمويل احنا راح تقول هل تستغنون عن هذه المتقدمة أو المتقدم لا طبعا يعني احنا عندنا مشاريع عمرها عشر سنوات الآن أو أكثر حتى ولازلنا يعني بين فترة وفترة نعرف إيش ضروق إيش إيش صاروا كيف وصلوا حتى منهم ما شاء الله قدم لنا للمرة الثالثة للقرض يعني سد القرض الأول سد القرض الثاني أخذ القرض الثالث قرضكم التمويلية كم بين كم وإي كم تصل يعني في ناس الآخر دفعة أخذت مليون تقريبا طبعا يعتمد على حسب المشروع على حسب دراسة الجدوى على حسب من اللي يبحث الفكرة عندنا نحنا طاقم ما شاء الله عمل متدرب متمرس فيها يعني عندي مرات بنات حتى في طاقم التدريب يعطون تحليل مبدئي لكل شخص على فكرة نحن لن يعني مو ناخذ فقط على فكرة مشروع على الشخص نفسه يعني أحيانا ترى ترى الشخص مهم جدا في تركيبة المشروع النهائية أحيانا نجي لك الشخص ضعيف بقدراته بمزايا بسماته والمشروع قوي إذا قدرنا نحاول نشتغل على الشخصية بشكل يتواكب مع المشروع وإلا لن نقبلها لأنه يجب نعطي خمسين في المئة خمسين في المئة المشروع لفكرة المشروع وقوتها وأيضا لقوة الشخصية لأنه ما حيفيدك شخصية ضعيفة ومشروع قوي أو العكس يجب أن يكونوا اثنين على مستوى واحد من القوة عشان يقدر المشروع ينافس يدخل السوق وينافس بقوة